وفي إطار مكفحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي سلم إرهابي نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بيتا من راست بالنهر العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش مناوك لاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملو ويتعلق الأمر بالإرهابية المسمى مالك المكنة أبو مالبو الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 وهذه النتائج الإيجابية المحققة عبر مختلف نوحي العسكرية تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن